سجل طلاب قسم الإحصاء مدة عرض 14 فلم ومثلوا مدة عرض كل فلم باستخدام التمثيل البياني بالنقط حيث كل نقطة تمثل فلم والمدرج التكراري ومخطط الصندوق ذي العارضتين ما هي أفضل طريقة من الطرق المذكورة لإيجاد الوسيط؟ حسناً، دعونا ننظر إلى طرق تمثيل البيانات المذكورة هذا هو التمثيل البياني بالنقط كل نقطة تمثل فيلم واحد من الأربعة عشر فلم مثلاً، هناك فيلم واحد مدة عرضه 81 دقيقة وفيلم آخر 92 دقيقة وفيلم ثالث مدة عرضه 93 دقيقة وفيلم واحد مدة عرضه 95 وهناك فيلمين مدة عرضه 96 دقيقة إلى آخره يمكنكم أن تجدوا الوسيط باستخدام التمثيل البياني بالنقط فما عليكم فعله هو أن تعدوا قائمة تبين مدة عرض كل فيلم ثم ترتبوها تصاعدياً أو تنازلياً وتجدوا القيمة الوسطى إذن، التمثيل البياني بالنقط هو إحدى طرق تمثيل البيانات التي تستخدمونها لإيجاد الوسيط الطريقة الثانية لتمثيل البيانات هي المدرج التكراري هل يمكنكم إيجاد الوسيط باستخدامه؟ حتى تجدوا الوسيط عليكم أن تعدوا قائمة بمدة عرض كل فيلم ثم تجدوا القيمة الوسطى والتي تمثل الوسيط لكن المدرج التكراري لا يساعدكم في إعداد قائمة فمثلاً هنا يخبركم المدرج أن هناك فيلم واحد تتراوح مدة عرضه بين ثمانين وخمسة وثمانين دقيقة لكن لا يعطي مدة عرضه بالضبط فقد تكون واحد وثمانين أو أربعة وثمانين دقيقة لأنكم لن تتمكنوا من إعداد قائمة بمدة عرض كل فيلم فمن الصعب عليكم أن تجدوا الوسيط لذلك المدرج التكراري لا يساعدكم على إيجاد الوسيط انتقلوا الآن إلى مخطط الصندوق ذي العارضتين ربما لا يمكنكم أن تعدوا قائمة بجميع القيم لكنكم لا تحتاجون إلى إعداد قائمة أصلاً لأن مخطط الصندوق ذي العارضتين يخبركم ما هو الوسيط وهو العدد الموجود عند هذا الخط الذي أشير إليه فهنا مثلاً الوسيط هو 99 أسهل طريقة لإيجاد الوسيط هي مخطط الصندوق ذي العارضتين إذن أفضل طريقتين لتنفيل البيانات هما التنفيل البياني بالنقط ومخطط الصندوق ذي العارضتين السؤال التالي يمتلك أحمد معرضاً للسيارات المستعملة فحص أحمد عداد هذه السيارات وسجل الكيلومترات التي قطعتها كل سيارة ثم مثل النتائج التي حصل عليها باستخدام المدرج التكراري ومخطط الصندوق ذي العارضتين كما هو موضح في الأسفل ما هي أفضل طريقة من الطرق المذكورة لإيجاد عدد السيارات التي قطعت أكثر من مئتا ألف كيلومتر نرمز للكيلومتر بكي أم انظروا إلى المدرج التكراري هناك ثلاث سيارات قطعت من مئتان إلى مئتان وخمسين ألف كيلومتر وهناك سيارتان قطعتا من مئتان وخمسين إلى ثلاثمائة ألف كيلومتر من الواضح أن هناك خمس سيارات قطعت أكثر من مئتي ألف كيلومتر ثلاث بين مئتان ومئتان وخمسين ألف واثنتان بين مئتان وخمسين وثلاثمائة ألف إذن ساعدكم المدرج التكراري في الإجابة عن هذا السؤال ماذا عن مخطط الصندوق ذي العارضتين؟ طلب السؤال جميع السيارات التي قطعت أكثر من مئتان ألف كيلومتر جميع هذه القيم ستكون في الربيع الرابع لكنكم لا تعرفون عدد القيم الموجودة في ذلك الربيع إذن هذه الطريقة لا تساعدكم في الإجابة عن السؤال الأول السؤال الثاني ما هي أفضل طريقة من الطرق المذكورة لإيجاد قيمة الوسيط والتي تساوي تقريباً 140 ألف كيلومتر؟ كما قلنا في السؤال الأول حتى تجد الوسيط عليكم أن تعدوا قائمة بجميع الأعداد الموجودة ثم تجدوا العدد الأوسط باستخدام المدرج التكراري لا يمكنكم أن تعدوا قائمة بالأعداد مثلاً كما هو واضح أمامكم هناك ثلاث سيارات قطعت من صفر إلى خمسين ألف كيلومتر لكنكم لا تعرفون عدد الكيلومترات الفعلي الذي قطعته كل سيارة فربما قطعت السيارات جميعها عشرة آلاف كيلومتر أو ربما قطعت السيارة الأولى عشرة آلاف والثانية خمسة عشر ألف والثالثة أربعين ألف إلى آخره ولأنه لا يمكنكم أن تعدوا قائمة بالكيلومترات التي قطعتها كل سيارة لا يمكنكم إيجاد الوسيط يكون الوسيط في المنطقة الوسطى هذه لكن لا تعرفون قيمته بالضبط أما بالنسبة لمخطط الصندوق والمؤشرين فبمجرد النظر إليه يمكنكم معرفة الوسيط مباشرة وهو كما قلنا العدد الذي يشير إليه هذا الخط لهذه المجموعة من البيانات الوسيط هو مئة وأربعين ألف كيلومتر مئة مئة وعشرة مئة وعشرين مئة وثلاثين مئة وأربعين ألف كيلومتر إذن أفضل طريقة للإجابة عن السؤال الثاني هي مخطط الصندوق ذي العارضتين